كذلك من الطرق التي يعالج بها السحر الأدعية والأذكار الذكر حصن للمسلم يقول الله تبارك وتعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ويقول الله تبارك وتعالى فاذكروني أذكركم ويقول أنا مع عبدي فإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم الأذكار الشرعية أذكر الصباح والمساء ضرورية الوقاية والعلاج الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله أنت مؤمن هل يطمئن قلبك إذا ذكر الله أصدق في قولك هل تستشعر عظمة الله حين يقرأ كلامه أو حين تتأمل في آية من آياته العظيمة هل يقشعر جلدك ويلين هذه صفات المؤمنين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الاطمئنان والراحة والسعادة والسكينة واليقين والتفاؤل والأمل هذه أخلاقيات ومقامات ومدارج يعرج إليها المؤمن ألا بذكر الله تطمئن القلوب لا يمكن أن تطمئن وأن تبعيد عن الله أكبر جريمة أن تنسى الله وعقابها أن ينساك جزاء وفاقا هل تعلم الألم الذي يشعر به المؤمن إذا أحس بفطور أو بعد عن الله وش ما أخفتيش ينساك الله كما نسيته أخفتيش تقم الله طبارك وتعالى وأنت مجهول لا يعرفك أهل السماء إلا بالشر وإلا بالمكر وإلا بالسحر وإلا بالكيد وإلا بالزنا وإلا بالفساد تب إلى الله تب إلى الله قبل أن يأتي يوم لا مرد له بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين أو حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك هكذا يقرأ على المريض وتضع يدك على رأسه أو على موضع الألم إن كنت يعني من محالم المرأة تضع يدك على جسدها لا مانع أو كنت زوجا لها أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق أعوذ بالله تستعيذ بالله تستعيد بكلماته من شر ما خلق من كل ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمي شهر في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم ما عافني في بدني اللهم ما عافني في سمعي اللهم ما عافني في بصري تذكر الله تسبح تهلل تكبر ذكر الله الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب لقضاء الحاجات وتفريج الكروبات ورفع الدرجات ثم المحافظة على الواجبات أذكر بعد الصلاة أذكر دخول المفجيد أذكر دخول الخلاء مش إحنا مش إنت داخل المرحاض البيت الخلاء داخل بدون أدب حيد حويجك بدون دعاء أنت قاعد في الخلاء وتتغني ولا قاعد في الخلاء وتتفرج في حاجة محرمة هرع ماشي غير الشيطان اللي غادي ضربك هرع أنت ضربت راسك والول قبل ما يضربك الشيطان أنت مضرب خلوق بيتدخل الخلاء اللهم ما إني أعوذ بك من الخبث والخبائث بيت حيد حويجك بسم الله قاعد تقضي حاجتك ستحي من الله وأسريع في قضاء حاجتك وخرج من الخلاء لأنه من العالمات ديال المسحور أنه يحب الجلوس في الخلاء قدري فيه قبل لمشي الطوال يبقى في عطل الصباح الشياطين تدفعه إلى أماكن النجاسات إلى أماكن اللي ما كنتذكرش في الله عز وجل